بسم الله الرحمن الرحيم درس اليوم الدرس الثاني من الفصل الثامن الاشكال المستوية درسنا اليوم الاشكال المستوية ما معنا الاشكال المستوية هي الاشكال اللي متكون مجسمة تكون عدلة فقط فقط شكل مرسوم او شكل مجسم ورقة اعتيادية هذا مثلا المستطيل وهذا مثلا المربع هذه الشكلين فكرة الدرس هو التعرف على الإشكال المستوية المفردات سنتناولها بهذا الدرس هو المثلث والمربع ومستطيل وخماسي وسداسي ودائرة وشبه من حرف ومتوازي أضلع هذا المثلث لماذا سميه مثلث لأنه يتكون مثلاثة أضلع هذا الظلع 1-2-3 فسميه مثلث هذا مربع 1-2-3-4 ولاحظوا المربع أنه جميع أضلعها متساوية المستطيل هذا الظلع يشبه هذا الظلع بالطول ومتوازي وهذا الظلع يسبب هذا الظلع مستطيل شبه منحرف وأيضا شكل رباعي متكون من أربعة أضلع هذا قاعدتي شبه منحرف قاعدتي شبه المرحف هذا طويل وهذا قصير إنه مختلفة بالطول وهو أيضا شكل رباعي ومتساوي الساقين متساوي الساقين هذا الساق متساوي مع هذا الساق بالقياس هنانا الشكل الخماسي والشكل السداسي شو عرفنا شكل خماسي والسداسي هنانا متكون من خمس أضلع وهنا متكون من ستة أضلع والدائرة ومتوازل أضلع متوازل أضلع أيضا شكل رباعي يعني متكون من أربعة أضلع هذا الظلع يوازي هذا الظلع هذا الظلع يساوي هذا الظلع بالقياس وأيضا هذا الظلع مع هذا الظلع حسن السؤال نجاوب عليه بالدرس التالي هذا الشكل مستطيل هذا الشكل مستطيل هل يمكنه يكون مربع؟ وهذا الشكل مربع ممكن يكون مستطيل انتظر الإجابة شاء الله نجاوب على الدرس القادم هنا فقرة أتأكد ذاكرنا ألون كل مربع ألون كل مربع هنا ملون المربع السؤال هنا ألون كل خماسي ما معنى الخماسي يعني اللي شكله متكون من خمسة أضلع هذا الشكل واحد اثنية ثلاثة أربعة خمسة هذا مستطيل وهذا الشكل خماسي وهذا الدائرة فنلون الشكل الخماسي فلذلك نلون الشكل الخماسي يكون تلونكم أكثر ترتيب هنا ألون كل دائرة ندور على الدائرة وين الدوائر ونلون الدوائر أيضا والسؤال الرابع هو ألون كل سداسي كل شكل سداسي عم تكون من ستة أضلع نحسب الأضلع هنا سداسي هنا شبه منحرف وهنا متوازي أضلع وهنا أيضا شبه منحرف عفوا السداسي فاللون السداسي هنا ذكرنا السؤال أتحدث ما الفرق بين المربع والخماسي المربع يتكون من أربعة أضلع صحيح والخماسي من خمسة أضلع والسداسي أيضا نذكر من ستة أضلع الرباع عفوا المربع من أربعة أضلع والخماسي من خمسة أضلع نتوجه إلى فقرة أحل أكتب اسم الشكل المستوي ثم أحوط الأشكال المتشابهة هذا الشكل الخماسي نكتب خماسي ونحوط الشكل الخماسي المشابه إليه هنا دائرة ونحوط دائرة هنا الشكل أيضا رباعي ويسمى مستطيل ونحوط المستطيل هنا الشكل متكون من ثلاثة أضلع يعني معناها مثلث يعني إماذا نسمي مثلث ليه متكون من ثلاثة أضلع ونحوط المثلث هنا متوازي أضلع إماذا نسمي متوازي أضلع ليه نقض معه متوازيان ومتساويان بالقياس هذا متوازي أضلع ونحوط متوازي الأضلع المتشابه إليه هنا الشبه منحرف ونحوط أيضا شبه المنحرف درس جدا بسيط اشترت ميسلون إطار هذا السؤال 11 اشترت ميسلون إطار لتضع صورتها فيه ما الشكل المستوي الذي يشبه إطار راحظه هذا الشكل يشبه منه يشبه منه يشبه المستطيل فإنه هنا أنا مستطيل إنه الإطار يشبه المستطيل أفكر السؤال الثاني عشر تحدي أحوط الشكل المختلف وأبين سبب الاختلاف إنه باعي كل الأشكال هذا المستطيل متكون من أضلع الخماسي أضلع السداسي أضلع والمتوازي أضلع أيضا متكون من أضلع بينما الدائرة هي الشكل المختلف هي الشكل المختلف لماذا الشكل مختلف؟ لاحظوا أنها لا تحتوي على أضلع مستقيم أو عدلة أو قطعة مستقيم وإنما هي شكلها دائري لا يوجد لها طول أو ضلع مثل هنا السيد الدرس القادم رح ناخذ هو أضلع الأشكال ورؤوسها بينما الدائرة لا تحتوي على ضلع ولا على رأس المطلوب من الدرس هو حل صفحة 47 من كتاب النشاط وكذلك كتابة المعطى هنا سوف نتوجه أن أعلم التلاميذ كيف يرسمون الأشكال بطريقة صحيحة هنا مثلا مثلا يحلون صفحة 47 هنا مثلا مثلا الخماس كيف يرسمون يرسم هنا مثلث بين هذا السطرين مثلث بعدين هذا الشكل هكذا تكون أربعة أضلع وهذا الضلع الخامس هذا الرسم الخماسي نعيدة مرة أخرى هكذا السداسي هنا خط وهنا خط وهكذا ثم هكذا وهكذا وهكذا يتكونن من ستة أضلع السداسي متوازل أضلع شلون خط هنا وخط هنا وهذا متوازل أضلع شبه المنحرف قاعدة طويلة وقاعدة صغيرة وقاعدة شبه المنحرف إلى هنا ينتهي الدرس هو درس الأشكال المستوية ترجمة نانسي قنقر